اشتركوا في القناة مدرسة صلاح الدين الايوبي الاعدادية المستقلة للبنين قسم اللغة العربية نرحب حضراتكم وبأبنائنا طلاب الصف الثامن ونتمنى إن شاء الله عز وجل لكم مراجعة مفيدة إن شاء الله أبنائي طلاب الصف الثامن أرجو منكم الانتباه لتدريبات التدريبات الإسرائية لمراجعة التقييم الثاني لعام 2014 و2015 مع محور القراءة وأرجو من أبنائي الانتباه مرة ثانية لكل سؤال ولكل إجابة في هذه التدريبات لنصل سويا إن شاء الله عز وجل إلى استعداد كامل لاختبارات التقييم الثاني أو اختبارات التقييم الثاني بداية نقرأ النص التالي ثم نجيب عما بعده إن شاء الله جادها الوسمي حياها المطر فهي بالقطر وبالعطر قطر وهي في الغيد عروس كالمنا وهي في البيد تجلت بالصور ضحكت وديانها لما ارتوت فالثنايا كالدرار والدرر أبرقت آفاقها فارتعدت وهمت غيثا وجادت كالنهر غدقا أعطت وسحا أسبغت وعلى الآبار فاضت والشجر وارتوى منه نخيل صابر هكذا النعماء هكذا النعماء تخشى من صبر وغدا يحلو ربيع باسم في رياض حل فيها وازدهر فاشكروا الله فاشكروا الله يزدكم إنه يرسل السحبة يرسل السحبة ويغني من شكر مع السؤال الأول ضحكت وديانها لما ارتوت ما المرادف الصحيح لكلمة ضحكت في الجملة السابقة ضحكت وديانها ننتبه لننتبه يا شباب إلى كلمة ضحكت وديانها في هذه الجملة ضحكت وديانها لو سألنا سريعا هذه حقيقة أم مجاز هل الوديان تضحك لا إذن الوديان لا تضحك وضحكت وديانها هذا مجاز ثانيا المقصود بكلمة ضحكت في هذه الجملة هل حزنت أم ابتسمت أم بكت أم تألمت لننتبه المرادف الصحيح لكلمة ضحكت إذن الاختيار الصحيح ابتسمت لماذا؟ لأن حزنت وبكت وتألمت كلها مضادات لكلمة ضحكت أما المرادف الصحيح لكلمة ضحكت وديانها لما ارتوت هو ابتسمت السؤال الثاني ما الفكرة الرئيسة التي تدور حولها الأبيات السابقة؟ الفكرة الرئيسة التي تدور حولها الأبيات السابقة كيف أستخرجها؟ كيف أستخرج هذه الفكرة الرئيسة؟ أولا أقرأ الأبيات كاملة بعد قراءة الأبيات أحدد المعانية العامة في هذه الأبيات ثم ماذا؟ أستطيع من خلال المعانية العامة أن ينتقي فكرة الرئيسة الموضوع الأهم الذي تتحدث عنه هذه الأبيات نزول الوسمي وأثر على قطر الوسمي يعني المطر في وقت الربيع ظهر البرق في السماء جمال الرياض والحدائق كثرة الماء في الآبار إذن لنحدد كما قلت لكم بعد قراءة الأبيات كاملة المعانية الموجودة نحدد المعانية الموجودة في هذه الأبيات ثم ننتقي أهم معنى أو المعنى الرئيس وهو هو الفكرة الرئيسة نزول الوسمي وأثره على قطر ظهور البرق في السماء جمال الرياض والحدائق كثرة الماء في الآبار إذن الفكرة الرئيسة والمعنى الأبرز هو نزول الوسمي وأثره على قطر السؤال الثالث ما الوسيلة الأدبية التي لم يوظفها الشاعر في النص؟ يا أبناء لننتبه إلى الكلمتين التي تحتهم خط لم يوظفها لم يوظفها أحيانا يرد في الاختبار سؤال فيه نفي كهذا فلا ينتبه الطلاب إلى النفي ويذهب إلى اختيار بديل أو إجابة يعني غير صحيح فهذا خطأ فالانتباه ضروري ومطلوب إذن لم يوظفها هذا نفي السؤال يقول ما الوسيلة الأدبية التي لم يوظفها الشاعر في النص؟ هناك استراتيجية أحب أن تستخدموها في الاختبار وأثناء المراجعات هي استراتيج الاستبعاد استبعد الإجابة البعيدة أو البديل البعيد أو المشتت البعيد استبعده ليكن الاختيار محصورا بين اختيارين أو أكثر على سبيل المثال مثلا انتبهوا معي هذا ألف وباء وجيم ودال بالطبع ليست كل اختيارات صحيحة وإنما هناك اختيار واحد هو الصحيح اختيار واحد هو الصحيح سواء الأول أم الثاني أم الثالث أم الرابع طيب ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ هو يقول ما الوسيلة الأدبية التي لم يوظفها الشاعر في النص؟ التصوير والمجاز والتشبيه هل استخدمها أم لا؟ استخدمها الفاظ الحركة والصوت واللون استخدمها أم لا؟ استخدمها الفاظ دوله على الحركة والصوت واللون المؤثرات الصوتية المختلفة المؤثرات الصوتية المختلفة تخص الساجع وغيره في القصيدة والجناس الساجع والجناس وغيره من المؤثرات الصوتية أو الموسيقى الشعرية الظاهرية كما تعلمون أن الشعر له موسيقى كيف أحدد هذه الموسيقى؟ موسيقى ظاهرية بمعنى عند كلمات تنتهي بنفس النهاية هذا سجع عند كلمات بها حروف مشتركة هذا جناس والجناس والسجع من الأشياء التي تؤدي إلى وجود موسيقى ظاهرية في الأبيات إذن العبارات الدلة على السخرية والتهكم لم ترد لم ترد إذن هذا البديل هو البديل الصحيح لأنه ينطبق مع الرأس السؤال لم يوظفها الشعر السؤال الرابع ما السمة الأسلوبية الواردة في قول الشاعر وهمت غيثا وجادت كالنهر الغيث هو المطر السمة الأسلوبية السمة الأسلوبية يعني المقصود برأس هذا السؤال وكما ذكر لكم كثيرا قبل ذلك فهم السؤال فهم السؤال وفهم رأس السؤال يعني إذا فهمت رأس السؤال جيدا تستطيع إن شاء الله عز وجل أن تجيب إن شاء الله بدقة إذن يعني اهتم بقراءة رأس السؤال جيدا فكما قيل فهم السؤال عليه نصف الإجابة يعني هذا طبعا فيه شيء من المبالغة لكن يعني أنبه جميع أبنائي إلى ضرورة فهم رأس السؤال فهما جيدا التراث والأمثال هل هذه السمة استخدمها الشاعر في همة غيثا وجدتك النهر أم الإشارة إلى دقائق الأمور وهمة غيثا وجدتك النهر هل أشار إلى دقائق الأمور وتفصيل التفصيل التصوير والتشبيه الاستنكار والتعجب طيب أترك لكم الفرصة حال الإجابة ها هيا أجيبوا كل واحد من أبنائي يجيبوا يعني عن هذا السؤال هل توصلتم إلى الإجابة هل تعرفتم الإجابة وهمت غيثا وجدتك النهر السمة الأسلوبية انظر ماذا ينطبق عليها على هذه الجملة إذن التصوير والتشبيه وعندك طبعا وجدت كالنهر هذا حرف تشبيه من حروف التشبيه أما السؤال الثاني فيطلو مني أن أقرأ النص ثم أجيب عن الأسلوبة التي التي تليه لنقرأ سويا حالا ما زلت كلما ذهبت إلى شاطئ المدينة أراه كأنما لا يبرح مكانه بقايا إنسان يستر جسده وزاره الأصفر وفنلته البالية وينهم بموال يكاد لا يتوقف ويزعجك انطغت عليه الآلات الرافعة ترفع الحجارة تضعها على شاطئ المدينة فتحجب البحر عرضت عليه ذات مساء رغبتي في مساعدته بما يشاء وخزني بنظراته الحادة وقبل أن يتركني ويتجه إلى سفينته تبعته بنظراته ويدخل في جوفها سمعت بعدها حشراجة موال يتخلله صدى ترقه على جدار سفينته يتخلله صدى ترقه على جدار سفينته بعد الانتهاء من تجميل شاطئ المدينة جاءت شاحنات أكبر وبدأت الرافعات برفع السفن الخشبية وأخذها لمكان بعيد ذات مساء رأيته أول مرة يمشي إلى داخل البحر بينما سفينته معلقة في الهواء تضعها الرافعة على إحدى الشاحنات وكنت أسمعه بالرغم من أصوات مكينات الرافعات وهدير البحر وطيور النورس ظللت أسمع مواله يصلني هذه المرة محتضرا لا يكاد يسمع نظرت ثانية إليه عدت لا أرى منه إلا رأسه يلعقه موج البحر ويبتلعه اليم يا أبناء القصيرة التي وردت معنا في السؤال الأول أو في الجزء الأول من هذه التدريبات تخص النص الوصفي أما هذا النص أسألكم حالا ما نوعه ما نوعه هذا النص هل هو نقاشي أم سردي أم وصفي أم إقناعي حددوا نعم نعم إنه نص سردي قصة لو سألتك حالا ما دور المؤلف الذي ألف هذه القصة هل دوره هل دور المؤلف مشارك في القصة أم راوين لهذه القصة أم ماذا لن تستطيع أن تحدد إجابة هذا السؤال إلا أن تقرأ هذه القصة بتمع وتأمل لتحدد دور الراوي لتحدد دور الراوي أو دور المؤلف هل يقتصر دوره على الرواية أم شارك في القصة طيب أسعيدكم في هذا الأمر هو يقول ما زلت كلما ذهبت إلى شاطئ المدينة أراه كأنما لا يبرح مكانه ثم استمر في ذلك حتى قال عرضت عليه ذات مساء رغبتي في مساعدته بما يشاء إذن هو شارك في القصة ثم ماذا قال تبعته بنظراته ويدخل في جوفها سمعت بعدها حشرة موال قال ظللت أسمع مواله يصلوني هذه المرة إذن مؤلف القصة هو مشارك في أحداث هذه القصة طيب أتذكرون عندما قلت لكم في القصيدة الماضية أن هناك موسيقى شعرية تظهر أحيانا في الأبيات منها الساجع على سبيل المثال انظر إلى هتين الكلمتين كتطبيق طبعا للساجع يعني عرضت عليه ذات مساء رغبتي في مساعدته بما يشاء انظر إلى هتين الكلمتين تنتهي بآلف وهمزة وتنتهي بألف وهمزة لو كانت يعني هنا الساجع طبعا لو جاءت هذه الكلمات عندي في قصيدة أو كذا أستطيع أن أقول مثلا الجناس الساجع كذا 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 يمكن أن يكون من الموسيقى الظاهرية في النص نبدأ ما مضاد ما مضاد كلمة الرافعة في جملة في الجملة السابقة ويزعجك انطغت الصحيح في الجملة التالية ويزعجك إنطغت عليه الآلات الرافعة ترفع الحجارة كلمة الرافعة في هذه الجملة التالية هل حاملة أم الخافضة أم المهملة أم الضعيفة يقول ما مضادها ما مضاد كلمة الرافعة مضاد يعني عكس يعني أتمنى أن يصل أبناء إلى مرحلة لا يسألون عن معنى معنى كلمة مرادف أو معنى كلمة مضاد انتهى الأمر في هذا الموضوع المفترض أن يكون طلابنا قد استوعبوا معنى كلمة مرادف لما يسأل عن مرادف كلمة كذا يعني يعني يسأل عن معناها ولما يسأل عن مضاد كلمة كذا يسأل عن عكسها فيا أبناء رجاء انتبهوا إلى هذه الأمور جيدا مضاد كلمة الرافعة هل هي الحاملة أم الخافضة أم المهملة أو المهملة أم الضعيفة الصحيح هو الاختيار باء الخافضة كلمة عكس كلمة الرافعة أو مضاد لكلمة الرافعة السؤال الثاني في هذا النص ما السبب في رفع السفن الخشبية القديمة كما فهمت من القصة طبعا ورد أمامنا في النص السابق في القصة أن الرافعات ترفع السفن الخشبية القديمة فإذا ما السبب هل لتجميل الشاطئ المدينة أم لإصلاحها أم لبيعها أم لحرقها أذكركم باستراتيجية الاستبعاد الاستبعاد يعني استبعد ما لا تراه مناسبا من الاختيارات لماذا؟ حتى تستطيع أن تختار بين اختيارين أو ثلاثة بدأ من أربعة فالاختيار الصحيح هو لتجميل شاطئ المدينة لتجميل شاطئ المدينة السؤال الثالث أي الأحداث التالية شعرت فيها ببداية العقدة في القصة السابقة؟ ببداية العقدة من عناصر القصة هو أن تجد شخصيات منها الرئيس ومنها الثانوي من عناصر القصة أيضا الزمان إما أن تكون هذه القصة حدثت في الزمن الماضي أم تحدث في العصر الحاضر أم يعني من قبيل الخيال العلمي ستحدث في المستقبل من قبيل الخيال واستطلاع المستقبل والتنبؤ بما سيحدث في المستقبل المكان إما أن يكون على وجه الأرض أو في مكان ما على وجه الأرض في مصنع في مدرسة في طريق في مستشفى في كذا هذه أماكن تحدث يعني فيها قصص وترد أمامنا في قصص تقول مكان القصة المستشفى أو البحر أو الشاطئ أو المستشفى أو المدرسة أي مكان أو في الفضاء أو في الفضاء في القمر مثلا أو ما شابه أو في جوف البحر في قاع البحر يعني تستطيع أن تحدد مكان القصة بسهولة أثناء قراءة وسرد الأحداث ثم تجد العقدة العقدة يعني أهم حدث في القصة والمشكلة التي تعالجها هذه القصة أو هذا النص السردي فعندما يقول لك العقدة يأتي بعدها مباشرة الحل أو هي يعني تكون إما في تبدأ القصة عموما يعني بعقدة وباقي القصة هو حل لهذه العقدة أو تأتي العقدة في وسط القصة أحيانا تجد قصة تبدأ بداية عادية وفي وسطها نجد العقدة ثم بعد العقدة تبدأ القصة في يعني الاختتام أو النهاية وتبدأ نهايتها بوجود حل هذه العقدة كيف انتهت هذه العقدة أو على ما انتهت هذه العقدة طيب لنعود إلى سؤالنا وهو السؤال الثالث أي الأحداث التالية شعرت فيها ببداية العقدة في القصة السابقة هل الاختيار ألف ينهم بموال يكاد لا يتوقف أم سفينته معلقة في الهواء تضعها الرافعة على إحدى الشاحنات أم وخزني بنظراته الحادة أم يصلني هذه المرة محتضرا لا يكاد يسمع أذكركم مرة ثانية إذا أردت أن تتعرف العقدة اقرأ اقرأ الموضوع أو القصة مرة ثانية وأي حدث شعرت فيه هذا الحدث يعد الأهم في هذه القصة وبعدها أو بعد هذا الحدث بدأت الأمور في الانفراجة وبدأت الأمور في الحل تستطيع أن تقول هذا أو هذه العقدة وهذا حدث الرئيس إذن الاختيار الصحيح هو سفينته معلقة في الهواء تضعها الرافعة على إحدى الشاحنات لأن بعدها بعد هذه أو بعد هذا الحدث بدأ الرجل في يعني أو بدأنا نشعر أن مشاعره تغيرت وأحسيسه تغيرت وأن يعني مواله أو الكلمات التي كان يقولها تكاد لا تسمع ويعني بدأ الحزن عليه وكذا وكذا السؤال الرابع كيف جاءت لغة القصة انتبه إلى هذا السؤال جيدا كيف جاءت هل جاءت تقريرية مباشرة أم فلسفية غامضة أم رمزية إحائية أم أدبية مجزية ها ما نذكرنا من أبناء حالا بالاستراتيجية التي ذكرنا بها في الأسئلة السابقة استراتيجية الاستبعاد استبعد ما تراه غير مناسب من هذه البدائل تقريرية مباشرة يعني هذه لا تخص النصوص السردية وإنما تخص النصوص الوصفية طيب فلسفية غامضة أحيانا تجد هذا الاختيار في النصوص التفسيرية يفسرها من ناحية الفلسفية مثلا وأحيانا تجد فيها نوع من العمق الفلسفي أحيانا وكذا إذن الاختيار الأول والثاني ليس صحيحين هذا استبعاد مناسب إذن الاختيار الصحيح إما جيم أو دال أترك لكم حالا الانتباه إلى جيم ودال لنحدد سويا هل جيم صحيح اختيار صحيح وبديل صحيح أم دال بديل صحيح فأترك لكم الفرصة في وقت قليل لتحددوا الإجابة الصحيح إذن يا أبناء الاختيار دال هو الاختيار الصحيح أدبية مجازية القصة القصة نوع أو لون من ألوان الأدب ونوع من أنواع الأدب فيها المجاز طبعا توظف من خصائص نصوص سردية توظف المجاز والخيال والتصوير البياني والبلاغي وهكذا أما المحور الثاني في هذه تدريبات هو محور الكلمة والجملة فطبعا نتمنى من جميع أبنائنا أن ينتبهوا جيدا لهذه الأسئلة وأي سؤال تتعثر في إجابته في الكتاب أو في كرسل عن شطة أو في أوراق التدريبات الإسرائية يعني حاول أن تناقش أستاذك في هذا الأمر السؤال الأول أي الجمل التالية لا تحوي اسما من الأسماء الخمسة أتذكرون لما قلت لكم انتبه إلى النفي انتبه إلى النفي لو جاء السؤال منفيا أو به أداة من أدوات النفي لننتبه له جيدا حتى لا نختار اختيارا غير صحيح أي الجمل التالية لا تحوي اسما من الأسماء الخمسة أخي في المدرسة أخوك في المدرسة إن أخاك في المدرسة سلمت على أخيك في المدرسة طيب الأسماء الخمسة كما تذكرون وتعلمون تعمل بشروط منها ألا تضاف إلياء المتكلم طيب هل ورد في هذه الاختيارات اسم من نسبة أو أضيفة إلياء المتكلم نعم إذن الاختيار ألف ليس صحيح الاختيار ألف ليس صحيحا لأنه خالف الشرط الأول طيب ألا تكون مثناه أو مجموعة يعني أن تكون مفردة طيب أخوك مفردة أخاك مفردة أخيك مفردة طبعا هناك شروط أخرى لكن هو السؤال يقول لا تحوي اسم من الأسماء الخمسة لا تحوي إذن لما ذكرت لكم أخي أضيفة إلياء المتكلم إذن ليست هي الاختيار الصحيح وكل اختلط صحيح أخوك اسم من الأسماء الخمسة إن أخاك اسم من الأسماء الخمسة وسلمت على أخيك اسم من الأسماء الخمسة أخيك وأخاك وأخوك انتبهوا يا جماعة أحيانا يطلب منك أن تختار اختيارا صحيحا من بين عدة اختيارات يعني عندك اختيار واحد صحيح وبقية الاختيارات لا تنطبق على المطلوب تمام هذا في كل أسئلة لكن النفي في السؤال يجعلك تختار اختيارا صحيحا أو اختيار اختيارا واحدا هو الذي لا ينطبق وبقية الاختيار الاختيارات تنتبق مع الأسماء الخمسة فننتبه إلى ذلك جيدا وهذا طبعا مطلوب لفهم الأسئلة أخي في المدرسة هذا هو الاختيار غير يعني اختياره الصحيح وليس من الأسماء الخمسة هو يسألنا عن لا تحوي اسم من الأسماء الخمسة أي الجمل التالية تتضمر اسم منقوصا أترك لكم تذكر قاعدة الاسم منقوص والاسم المقصور ثم بعد ذلك أجيب عن السؤال الموجود أمامنا حالا طيب أسألكم سؤال حالا هل تعرفون الاسم منقوص هل تستطيع أن تحدده هل تستطيع أن تفرق بينه بين الاسم المقصور ما الفرق بين القاضي ومصطفى القاضي اسم آخره اسم معرب آخره يا ساكنة قبلها مقصور ممتاز هذا الاسم منقوص مصطفى مصطفى اسم معرب آخره ألف مقصورة قبلها مفتوح إذن القاضي مثال على الاسم منقوص ومصطفى مثال على الاسم المقصور لنعود إلى السؤال أي الجمل التالية تتضمن اسما منقوصا يلعب اللاعب الكرة بمهارة دافع المحامي عن المتهم يحب الجمهور الإعلام المحايد يعيش الجمل في الصحراء أتذكرون لما قلت لكم أمثلة على الاسم المنقوص وأخرى على الاسم المقصور أي الكلمات في هذه الاختيارات تنطبق على ما قلنا نعم الاختيار باء دافع المحامي عن المتهم فالمحامي والقاضي والساعي كلها كلمات تنتهي بيا ساكنة قبلها مكسور قبلها مكسور ما الجملة التي تتضمن مفعولا مطلقة درستم طبعا المفعول المطلق وتعرفتم كيفية صياغته فمفترض بعد هذا السؤال تستطيعون أن تجيبوا عن الاختيار الصحيح ما الجملة التي تتضمن مفعولا مطلقة نمت ليلة أمس نوما مريحا ركبت القطار السريعة في السفر كافأ المدير الطالب المجتهد شرب الرجل من عين الماء استخدم استراتيجية الاستبعاد استبعد ما لا تراه مناسبا من هذه الاختيارات الأول تذكر معي المفعول المطلق هو اسم أخوذ من لفظ الفعل يؤكد معناه أو يبين نوعه أو يبين عدده طيب في الجملة الأولى في الجملة في الجملة الأولى هل هناك كلمتان متشابهتان في الحروف نعم نمت ونوما هل في الجملة الثانية هل في الجملة الثانية كلمات تتشبه في الحروف هل في الجملة الثالثة هل في الجملة الرابعة لا إذن الجملة الأولى هي الصحيحة لأنها اجتملت على كلمتين متشابهتين في الحروف نوما ونمتو السؤال الرابع أي الجملة التالية تتضمن ألفا فارقة الألف الفارقة درس من دروس بناء الجملة ودرستموه في قواعد الإملاء فأتمنى طبعا أن تراجعوا يعني دروسكم مراجعة جيدة لتستطيعوا أن تجيبوا إن شاء الله عز وجل عن الأسئلة التي تعرض لكم في الاختبار إن شاء الله لنعود إلى سؤالنا أي الجملة التالية تتضمن ألفا فارقة أي الجملة التالية تتضمن ألفا فارقة لنقرأ معا هذه الاختيارات والبدائل لنحدد سويا الاختيار الصحيح بذل مهندسه البترول جهودا كبيرة في عملهم أيها الطلاب أقبلوا على الدنيا بتفاؤل فاعلوا الخير لا يندمون على فعل الخير اجتمع مشرف الأنشرة اليوم في المدرسة إذن لو أردنا أن نحدد الاختيار الصحيح من هذه البدائل الأربعة مهندسه جمع مذكر سالم نعم فيها واو هذه واو هذه الواو علامة الإعراب لأن هذه الكلمة فاعل أقبلوا هذه واو الجماعة وهي فاعل فاعل الخير هذه الكلمة جمع مذكر سالم والواو علامة الإعراب علامة الرفع لأنه مبتدع اجتمع مشرف الأنشطة نعم هذه الواو أيضا تشبه الواو في كلمة مهندسه لأنها واو تعد علامة رفع لجمع مذكر السالم إذن لنفرق بين هذه الواوات جميعا هذه واو وهذه واو وهذه واو وهذه الأخيرة أيها هذه الواوات تلاها ألف فارقة نعم إنه الاختيار الثاني باء أيها الطلاب أقبلوا على الدنيا بتفاؤل إذن هذه الجملة اجتملت وتضمنت ألفا فارقة السؤال الخامس ما إعربوا الكلمة التي تحتها خط في جملة ركض اللاعب ركضا سريعة ركض اللاعب ركضا سريعة لتذكر سويا ما ذكرناه في بداية هذه التدريبات لما قلنا إذا سئلنا عن المفعود المطلق فنقول نعم إنه اسم مأخوذ من لفظ الفعل إذن عندي ركض ركض وركض ركض هل هي حال منصوبة بالفتحة أم تمييز منصوب بالفتحة مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة إذن الاختيار الصحيح هو مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة السؤال السالس ما إعربوا الكلمة التي تحتها خط في جملة جاء القطار مسرعة جاء القطار مسرعة طيب لو أردنا أن نعرب هذه الجملة سريعا جاء من أي أنواع الأفعال هل هو فعل ماض أم مضارع أم أمر فعل ماض مبني على الفتح نعم القطار فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة مسرعا المطلوب إعراب مسرعا هل هو خبر لا لماذا لأن هذه الجملة جملة فعلية فكيف أذكر فيها خبران ومبتدأ وكذا إذن أستخدم استراتيجية الاستبعاد كما ذكرت لكم سابقا ونستبعد هذا الاختيار أساسا باء مبتدأ مرفوع بالضمة كيف هذا يا أستاذ وأنت الآن قلت يجب أن نستبعد كلمة خبر وكلمة مبتدأ من الاختيارات إذن طار مني ألف وباء من البدائل وبقي عندي حال منصوبة بالفتحة وبدل منصوب وعلامة نصبي الفتحة طيب الدرس المقر عليكم في الصف الثامن هو درس الحال أما البدل درس سيدرس في الصف التاسع إن شاء الله ولذلك هذه الكلمة لا تعد بدلا وإنما هي حال منصوبة بالفتحة أتينا الآن إلى الكتابة فالكتابة يا أبنائي عليها درجات كثيرة في الاختبار الموضوع الأول عليه ثماني درجات والثاني عليه أربع درجات فلو اهتم الطالب من موضوعي الكتابة الكتابة السردية والكتابة الوصفية لا استطاع أن يحصل درجات كثيرة تمكنه من النجاح إن شاء الله عز وجل فيا أبناء يعني هذا رجاء من أستاذكم أن تهتموا بموضوع الكتابة وأن تكتبوا قدر استطاعتكم موضوعات منظمة معمقة يعني تلتزمون فيها بالشكل الذي دربكم عليه أستاذكم وتكتبون ولا تخشون شيئا يعني أتمنى أن لا يخشى أبناء الأخطاء الإملائية أو ما شابه فاكتب أكتب قصة إذا طلب منك أن تكتب قصة في النص السردي وفي الكتابة السردية واكتب موضوعا وصفيا قويا لا تخف من شيء أكتب أبدع فالأساتذة عندما يقدرون درجاتكم في الاختبار ينتظرون أن يكتب أبناؤهم موضوعات في قمة الجمال إن شاء الله حتى لا أطيل عليكم مع الكتابة الطويلة أكتب في حدود عشرة أسطر للأب فضل عظيم على الإبن أكتب قصة تدور حول فضل الأب لو تدربت عليها في بيتك في ورقة خارجية وكتبت هذا الموضوع أو في هذا الموضوع أكتب حاول حاول قدر الإمكان التزم عند كتابة الموضوع باستخدام علامة ترقيم المناسبة قدر الإمكان والاستطاعة تقسيم الموضوع إلى مقدمة جاذبة وعرض متماسك وخاتمة مناسبة كتابة قصة تكون فيها الشخص شائقة ومقنعة استخدم أدوات الربط المناسبة وكذلك لغة المجاز لتستطيع أن تغطي الكثير والكثير من سمات النص السردي الكتابة القصيرة ويطلع منك الآن أن تصف بحارا يجوب أي يذهب يجي ويتحرك بمركبه القديم مياه الخليج وقد لفحته أي ضربته أشعة الشمس فنفرت عروقه وتصبب العرق من جبينه مبينا قيمة المجهود الذي يقوم به مراعيا السمات البنائية والأسلوبية للنصوص الوصفية أنت في هذا الموضوع ستكتب نصا وصفيا أكرر وأعيد لأبنائي انتبهوا إلى أستاذكم في وقت المراجعة إن شاء الله الموضوع الوصفي صف السمات والصفات الخارجية للشخصية والصفات الداخلية وانتبه يعني يجب أن يكون الموضوع أو كتابتك في الموضوع واضحة واضحة المعالم فيها وصف خارجي ووصف داخلي وقرأ من كتابك سمات النصوص الوصفية لتستطيع أن تكتب نصا وصفيا متماسكا إن شاء الله وراجع ما كتبته في دفترك من موضوعات وصفية حتى تستطيع إن شاء الله عز وجل أن تكتب موضوعا متماسكا إن شاء الله ننتقل إلى موضوع آخر من الكتابة الطويلة معتمدا على خيالك اكتب قصة قصة دارت أحداثها في البحر حيث خرج مجموعة من الصيادين بحثا عن الرزق أنت الآن أمام قصة هذه القصة أين مكانها في البحر نعم طيب أين زمانها اقترح زمانا ماضيا اقترح الزمان الماضي وقت فيه طيب الأشخاص خرج مجموعة من الصيادين إذن هؤلاء الصيادون فيهم الشخصية الرئيسة وفيهم الشخصية الثانوية وفيهم وزع الشخصيات بين الشخصيات الرئيسة وبين الشخصيات الثانوية وتحدث اكتب اكتب مقدمة لهذا الموضوع لهذه القصة مقدمة شائقة ثم ابدأ في كتابة أحداث القصة وستتوالى عليك الخواطر وارتوالى عليك المعاني فلا تتحرج إطلاقا من كتابة مثل هذه الموضوعات بدعوة الأخطاء الإملائية أو بدعوة عدم القدرة على الكتابة إذا لم تكتب أنت في الصف الثامن إذا لم تكتب وأنت في الصف الثامن فمتى ستكتب أنت الآن مطالب بكتابة قصة في هذا التقرير وهذا التقييم وكتابة نص وصفي فأعانكم الله عز وجل على ذلك وهي أمور ميسرة إن شاء الله لا تنسى أن ترعي المعايير التالية عند الكتابة هذه المعايير أمامكم حالا فهذه المعايير تخص سمات النص السردي أما الكتابة القصيرة الأخرى اكتب وصفة لأحد الأماكن الأثرية في دولة قطر فعند كتابة هذا الموضوع عندك صفات خارجية وعندك صفات داخلية راجع المخططات الموجودة في الوحدة الثالثة الوحدة الوصفية في كتابك كيف تصف مكانا وصفا خارجيا وصفا داخليا وكيف تصف شخصا وصفا خارجيا ووصفا داخليا في ختام هذه التدريبات الإصرائية لكم أتمنى لكم جميعا التوفيق والسداد وأتمنى لكم أيضا النجاح الباهر بمشيئة الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة